بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن صدمت الفنانة لقاء سويدان الجمهور بإعلانها وخبر اعتزالها مشيرة إلى أن مهنة الفن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العدلة وكتبت لقاء على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من عدم القدر على مسيارة التغيرات اللي بتحدث حولي قررت ألا أتأرجح ما بين مبادئي وما أؤمن به وبين مهنة أحبها وأعمل بها منذ طفولتي لكن لم تعد يحكمها الموهبة ولا المعايير العدلة وتبعت وقالت المهنة أصبحت عبئ نفسي وعصبي على الفنان اللي بيحترم فنه وذاته لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن وقراري لا رجعت فيه بإذن الله وأضافت لا أعاني من الاكتئاب ولا يأس وهذا القرار ليس إن فعاليا وسعيدة بقدرتي على اتخاذه لقاء يحيا سويدان ولدت في القاهرة في 5 أغسطس 1972 أحبت الفن منذ صغرها ودخلت عالم التمثيل باكرا حيث ظهرت كطفلة مع الفنانة سعاد حسني وأحمد زكي في مسلسل حكايات هو وهي وفي عام 1990 شاركت فيه أكتر من عمل بأدوار بسيطة وظهرت فيه فوزير عالم ورق مع الفنانة نيلي ومسلسل رقفة الهجان الجزء الثاني ومسلسل مطلوب عروسة وفي عام 1992 شاركت في الجزء الثالث من مسلسل رقفة الهجان انضمت إلى المعهد العالي للموسيقى ثم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية تزوجت لقاء سويدان من الفنان حسين فهم في عام 2007 ولكن زواجهم لم يدوم حيث انفصل عام 2012 بعد خلافات وصلت نهايتها إلى المحاكم ولها ابنة اسمها جومانة من طلقها السابق أمين أحمد أنور شكرا